سيد لاوند أنتم في الاتحاد الوطني الكردستاني خسرتكم كثير من المقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني قدم يعني تقدم لكن يبدو بالنسبة لقيم كردستان هو يحقق مقاعد أكثر وثقل أكثر في تشكيل الحكومة القادمة ما تحليلك لهذه النتائج الأولية؟ تحياتي لكم ولمشاهدي سكاي نيوز بالنسبة للاتحاد الوطني النتائج كانت متوقعة لأن هناك مشاكل داخلية وأسباب موضوعية أيضا في إقليم كردستان هناك مقاطعة من قبل جميع الطياف إقليم كردستان سواء كان من أحساب المعارضة وأيضا أحساب السلطة والسبب يعني هو عدم رضا المواطنين من أداء حكومة إقليم كردستان وأيضا أداء حكومة إقليم لتعامله مع الحكومة الاتحادية موضوع الموازنة والمناطق المتنازع عليها وأيضا بيع النفط وعدم صرف الرواتب هذه مشاكل عامة بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني كما قلت نحن لدينا مشاكل منذ تقريبا ثلاث شهور بين الرئيسي المشترك السيد له الشيخ زنجي وبافل طالباني أدت إلى مقاطعة يعني مؤيدي الاتحاد الوطني وأيضا أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني بذلك خسرنا تقريبا خمس أو ست مقاعد إذا قارننا بالنسبة للانتخابات السابقة لكن بشكل عام هناك مقاطعة لأن الديمقراطي الكردستاني فاز بمقاعد أكثر لكن إذا تقارن بأصوات الديمقراطي الكردستاني بسنة 2018 يعني هو خسر أكثر من 300 ألف صوت وأيضا الاتحاد الوطني الكردستاني تقريبا قرابة 300 ألف صوت لكن الاتحاد الوطني ما كنا نقدر أن نطالب أعضاء الاتحاد أو جماهير الاتحاد بالتصويت لنا الديمقراطي الكردستاني استغل الفرصة وأيضا الجيل الجديد استغلوا الفرصة طيب سيد لاوند دعني أسألك كأقليم كردستان هذه نتائج كبيرة بالطبع تشكل كتلة كبيرة ما ميولكم في تشكيل الحكومة اختيار الأشخاص أو المشاركة حتى مع الأحزاب والتيارات هل تستشاركون مع التيار الصدري مثلا؟ وما طبيعة خصائص رئيس الحكومة القادم كما تفضلونه؟ نحن كنا على اتصال وعلاقات مباشرة مع جميع الأحزاب سواء كانت سنية أو الشيعية بنفس المسافة وهناك مطالب كردية خلال اجتماعاتنا مع الأحزاب السياسية قبل الانتخابات وأيضا هناك اتصالات خلال اليومين مطالب كردية واضحة الأولا موضوع بيع النفط من قبل إقليم كردستان وحل مشكلة الموازنة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وأيضا المناطق المتنازعة عليها وموضوع حل المشاكل البيشترقية هذه هو خلافية سيد لون المناطق الدفاعية أنا أتفهم هذه القضايا لكن شخصية رئيس الوزراء القادم ما الذي تفضلونه؟ بالنسبة للشخصية ليس لدينا أي ملاحظات أو أي شروط تعجيزية نحن لدينا مشاكل مع الحكومة الاتحادية ولدينا مطالب شعب كردستان أي حزب أو أي حكومة تؤيد أو تتعامل مع حكومة إقليم كردستان تعاملا دستوريا نحن نؤيده وبالتأكيد سنكون جزءا من الحكومة حتى إذا كانت من قبل التيار الصدري وإذا كانت من قبل غير التيار الصدري نحن لدينا علاقات جيدة ككرد وكإتحاد الوطني الكردستاني مع جميع الأحزاب السياسية بالتأكيد ستكون هناك اجتماعات وستكون ميول لإرضاء إقليم كردستان لأن باعتقادي لن تكون حكومة ناجحة بدون دخول الكرد للحكومة الآتية سيد لوند هذه انتخابات بجدارة تكرس الزعامات سواء كان من التيار الصدري من سيد بارزاني من سيد الحلبوسي لكن ما ذو عن الشباب يعني حتى في إقليم كردستان لا يوجد استجابة لمطالب الشباب هناك تهميش لهم في العصمة بغداد في جميع المحافظات كيف ممكن إيجاد معادلة ناجحة بين تحقيق مطالب القواعد الجماهيرية لهذه الزعامات وأيضا إرضاء الشباب القانون الانتخابي الجديد كان لمصلحة الشباب يعني أتت بوجوه جديدة لكن ليست فعالة لأن هذه الدورة الأولى يعني تعمل بهذه القانون لكن باعتقادي لن تكون لديهم تأثير كبير داخل قبة البرلمان لأن كما شاهدنا نتائج الانتخابات الأحزاب الكبيرة التي كان لديهم كتل كبيرة داخل البرلمان فازت بنفس المقاعد سواء كانت هناك أحزاب خسرت خمس مقاعد ست مقاعد زادت لكن بشكل عام الوجوه السياسية البارزة يعني ستكون حاضرين داخل قبة البرلمان لذلك الشباب وأحزاب صغيرة سواء داخل إقليم كردستان أو في الوسط والجنوب وأين حصلوا على مقاعد لن تتمكنوا من تغيير المسار القانوني داخل قبة البرلمان أو السياسي لكن بشكل عام لتطعيم الديمقراطية يعني باعتقاد هذه خطوة جيدة وفي الدورات يعني الآتية بالتأكيد ستكون هناك وجوه جديدة إذا استمرت بهذه الحالة لأن هناك استياء داخل الشارع العراقي وأيضا في إقليم كردستان بالنسبة للخدمات وأيضا لتعامل الحكومات مع الشعب التيار الصدري باعتقادي سيحاولون أو سيبذلون جهدهم لإقناع الشارع العراقي بأنهم سيكونون الأفضل من سابقاتهم ولو كان لديهم تأثير على الحكومة يعني هم كانوا بالشارع وبالضغط على الحكومة كانوا يحاولون جعل الحكومة تصير على سكتهم لكن هالمرة هم يأخذون رئيس الوزر باعتقادي يعني لأن مبين كل الأحزاب السياسية يعني يؤيدون لديهم كتلة الأكبر وأقليم كردستان لا مانع لديه باعتقادي سواء الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني والملفات التي تفضل به السيد مقتداء الصدر باعتقادي ترضى به جميع طياف الشعب العراقي من ضمنهم إقليم كردستان لأن موضوع العلاقة جيدة مع دول الجوار سيستفيد منه إقليم كردستان خصوصا مع تركيا وإيران لأن هناك قصف يومي وتدخل يومي من قبل تلك الدولتين الجارين لإقليم كردستان إن حلت هذه المشاكل بالتأكيد ستكون يعني امتياز للحكومة الآتية وأيضا ستستفيد منه مواطني إقليم كردستان نحن نأمل أن تكون الحكومة سيد لون يعني تأتي بجديد بالنسبة لإقليم كردستان ترجمة نانسي قنقر